يبدو أن نيران اليمن قد وصلت لأطراف الثوب الخليجي الذي فشل في إخماد الحرائق المشتعلة في البوابة الجنوبية لدول الخليج العربية دخلت الدول الخليجية مجتمعة البوابة اليمنية في 2015 تحت لافتة استعادة الدولة وسرعان ما خرجت منها متخاصمة من بوابات عدة بعد سنوات من فشل وصفات التمزيق والتآمر على الجغرافية اليمنية ومحاولات الضم والإلحاق وفرض الوصاية وإنشاء كيانات خارج الدولة بدت للعالم سوئات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن على غرار طهران ذهبت الرياض وأبوظبي لدعم كيانات مسلحة لاستخدامها كأدوات لتلبية مطامعها في اليمن والمنطقة مع فارق وضوح هدف الأولى وتخبط الأخرين ثمان سنوات ونيف من محاولات تهشيم الجسد اليمني عبر وصفات الطارئين على السياسة والتاريخ أدت في النهاية لتعارض أطماع الحليفين المتنافسين على زعامة منطقة عبر بوابة باب المندب أحد أهم شرايين العالم المائية فجأة تنبهت الرياض إلى أن خسائرها تتوالى في الحرب اليمنية وتذهب المكاسب لأبوظبي فيما تتحمل هي الأعباء السياسية والاقتصادية والعسكرية والأخلاقية في حرب اليمن التفاتة متأخرة جعلت ولي عهد السعودية وحاكمها الفعلي الذي قفز للسلطة عبر بوابة الحرب في اليمن يرسل تهديدات قاسية لحليفه ومعلمه السحر بأنه شب عن الطوق ولم يعد ذلك الطفل الذي يحتاج للرعاية رسائل نقلتها الصحف الأمريكية مؤخرا تحوي تهديدات تجاوزت لغة الدبلوماسية وهي ربما لغة تحتاج أبوظبي وساستها للاستماع إليها خصوصا وأنها سبق وأن اطلقتها بنفس الرعونة ضد جيرانها اليمن هي بوابة الحل لجميع مشاكل المنطقة وهي صمام الأمان للخليج الذي جرى التفريط به ومعاداته لا تجعل أي طرف في المنطقة يخرج رابحا هل يدرك الإخوة الأعداء أخطاء سياساتهم في اليمن أم أن الوقت قد تجاوزهم وأنهم قد عقدوا العزم على خوض معركة جديدة فيما بينهم ساحتها اليمن تستمر المأساة اليمنية فيما تترقب طهران سقوط المزيد من عواصم المنطقة تحت سيطرتها دون أن تخسر جنديا واحدا في ميدان المعركة ترجمة نانسي قنقر